المنتخب الوطني لكرة اليد يدخل معسكراً استعدادياً بمدينة أغادير في الفترة ما بين الحدي والعشرين وإلى غاية السادس والعشرين من الشهر الجاري في إطار السعدادات لبطولة أمم إفريقيا المزمع إجراؤها بتونس شهر ينايراً مقبل 2020 والمؤهلة لبطولة العالم العنصر الوطنية جرت صباحاً لهم حصة تدريبية بقاعة الانبعاث بأغادير للوقوف على جاهزية التشكيل في مجموعة التي ستكون صعبة خاصة مع الجزائر ومع الكونغو ومع السينيغال ومع زامبيا ولكن الحمد لله تقريباً المنتخب الآن في تربوس في شهر دجنبي القادم سيكون تربوس ثاني بحضر المحترفين سيأخذ المنتخب سبع مقابلات ودية مع دول التي هي عتيدة على أساس أنها تكون مشاركة جيدة وليمالها إن شاء الله على الأقل تأهل بطولة العالم ونمشوا أبعد ما يمكن فهد البطول هذه أهم حاجة اللي كنركزوا عليها هو أولاً نقطة الانسيجام لأن الفريق ما بين ما بين الإيديسيون ديال دوميل ديال دوميل ديال دوميل سيز ست إيديسيون يابكو دشانجمان أن الفريق إلا قبطنا في أكثر من ستين في المياه شباب عندنا واحدة خمسين في المياه دفارق أقل من عشرين سنة إذن حافظنا على الركائز الفريق ودخنا دماء جديدة اللي غد تعطي واحد النفس الفريق مش غير في هذه السنة ولكن في السنوات المقبلة إن شاء الله لعبو المنتخب الوطني لكرة اليد يحضرون لهذا العرس الإفريقي في جو رياضي أبرز سماتها التوافق والتجانس فيما بينهم بغية المضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة نحن هنا اليوم بمدينة أقادير من أجل معسكر تدريبي مدة قرابة الأسبوع يجمع ما بين اللاعبين المتواجدين بالمغرب وآخرين من الديار الأوروبية الحمد لله نحن في حد استعدادات مكتفة من الصيف نحن دخلنا في معسكرات كثيرة نستعد البطولة الأفريقية التي كنا في شهر يناير في تونس هنا الحمد لله نحاوله باش نكون في أوج الأعطاء في البطولة الأفريقية التي ستكون في شهر يناير المؤهلة لكأس العالم بالتالي نحن لدينا مسؤولية كبيرة وعلى رعات قدينا ونحن إن شاء الله نكون قد مسؤولية إن شاء الله المنتخب الوطني أوقعته القرع إلى جانب كل من الجزائر الكونغو والسينيغال زامبيا في المجموعة الرابعة معطن أرجعه مدرب المنتخب الوطني نوردين البوحدوي إلى ضرورة تكتيف المجهودات والاشتغال على كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة العناصر الوطنية أصعب بطولة الأفريقية هي هذه فكانوا الكل يأتي مجد ممكن ثلاث أسابيع ولا من لأن الحضوض دياله ضئيلة في ثلاث مقاعد الآن بسبعة لكل غير ساعد ولكن رغم ذلك فأنا المجموعة فكاننا نفضل نطيعه مع مجموعة اللي هي صعبة باش نكونوا مركزين وما يكونش تستهتار وما يكونش عدم احترام الخصم معلوم أن المنتخب الوطني لا زال ينتظره معسكر تدريبي ثاني يدخل في دائحة البرنامج التدريبي لجامعة الوصية للعبة من أجل البصن على آذاء جيد في البطولة الأفريقية المؤهلة لبطولة العالم والمطلوب التشمير على السواعد الوطنية لبلوغ المراد ترجمة نانسي قنقر